السلام عليكم ورحمة الله من الصعب ان يكون فيه شاشة فيها كل الانتانيات اللي ممكن نحتاجها لكن من السهل ان انا لقي حل عملي وحل بسيط فمثلا عندنا شاشة اللي قدامنا شاشة من شاشات سامسونج شاشة من فئة الكيوليت لكن للأسف الشاشة تفتقد بعض المميزات مثلا الشاشة اللي معانا مساحة داخلية محدودة 4 جيجا كمان الحاجات اللي مش موجودة عندنا في الشاشة مساعد جوجل الشهير ايه الحل اللي ممكن يعوض الحاجات اللي نقص عندي في الشاشة الحل موجود في الجهاز اللي قدامنا دا جهاز شاومي تيفي ستاك اللي كنا عملنا عنه مراجعة قبل كده واللي شغال قدامنا دي اول ميزة عندي من المميزات ان انا هقدر احصل على جوجل بلاي اقدر حمل جميع التطبيقات اللي موجودة في جوجل يبقى عندي عدد كبير من التطبيقات تطبيقات الشاشة الرئيسية اللي بتنزل مع الشاشة بالإضافة لتطبيقات جهاز شاومي تيفي ستك واللي شغال بنظام الأندرويد وأندرويد 11 عدد كبير من التطبيقات عدد لا محدود من التطبيقات مش بس كده ده كمان أنا أقدر أنزل تطبيقات من خارج جوجل بلاي يعني أقدر أضيف أي تطبيق من خارج المتجر للمميزات اللي هستفيد منها من جهاز شاومي تيفي ستك إن أنا عندي هنا في مساعد جوجل اللي موجود معنا أقدر أنفذ أي أوامر صوتية من خلال مساعد جوجل جامل وقت التقس بيقولك التقس يبقى ده مساعد جوجل اللي موجود عندي في جهاز شاومي تيفي ستك يبقى إن الجهاز اللي معنا بينزل بمساحة تخزين 8 جيجا فدي إضافة لمساحة الشاشة الأصلية يبقى أنا عندي كده مساحة إضافية من المميزات اللي موجودة معنا إن الجهاز شاومي تيفي ستك بيدعم الدول بفيجن والدول بأتموس علشان كده بقول إن الجهاز اللي معنا بيعتبر إضافة وإضافة قوية لأي شاشة من شاشات سامسونج أو شاشات LG هنبدأ هنشوف في الفيديو بعض الحركات وبعض التركات اللي موجودة في جهاز شاومي تيفي ستك أنا محمد علي ما تنساش الاشتراك في القناة وما تنساش الإعجاب بالفيديو ولو عندك أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله نجاب عليك هنتعلم إزاي إن إحنا نقدر نربط ونعمل اقترام بين رموت جهاز شاومي تيفي ستك وبين الشاشة اللي موجودة معنا بحيث إن أنا أقدر أعلي الصوت ووطي من رموت الشاومي تيفي ستك محتاجش لرموت الشاشة أقدر أتحكم في فتح الشاشة وقفل الشاشة من خلال شاومي تيفي ستك هنقدر نعملها إزاي هنيجي نضغط على الأبس أو التطبيقات من الظهر اللي موجود معنا ده بعد كده هنطلع فوق عند الإعدادات اللي موجودة عندنا فوق هنا هندخل في الإعدادات وهننزل عند أجهزة التحكم عن بعض اللي موجود في آخر القائمة هندخل عليها أوكي هندخل في إعداد أو الوحدة إعداد الأزرار على الريموت هندخل فيها أوكي هليبدأ الشاشة معايا بيقول التحكم في التلفزيون بنضغط أوكي على موافق بيقول لي وجه الريموت إلى التلفزيون واضغط على زر مستوى الصوت أو مستوى الصوت هنيجي هنا هنجرب عندي ده اللي بيعلي 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 الصوت هنبدأ نعلي الصوت كده هتلاحظ إن الصوت بيعلي معنا ده المؤشر بتاع الشاشة تعليق الصوت توطيط الصوت هنضغط على نعم اللي موجودة عندنا هنا وبعد كده هضغط أوكي على تم كده رموت الشاومي تيفي ستيك بقى بيتحكم في تعليقه وتوطيط الشاشة بالنسبة للصوت وكمان بيتحكم فيه قفل وفتح الشاشة هنجرب مع بعض أنا عاوز أعلّي الصوت بعلم من جهاز شاومي تيفي ستيك صوت الشاشة بيعلى معاك وأوطي من هنا كمان لو قفلت من هنا الشاشة هتقفل معايا أنا قفلت الشاشة من الرموت الشاومي وهفتح من الرموت شاومي تيفي ستيك زي أقدر أتحكم في الجودة اللي موجودة عندي في جهاز شاومي تيفي ستيك هندخل هنا في الإعدادات بعد كده هنزل عند إعدادات الجهاز هندخل في إعدادات الجهاز بعد كده هننزل في العرض والصوت هندخل في العرض والصوت هننزل عند دقة الشاشة وبعد كده هندخل في دقة الشاشة وننزل عند وضع العرض هندخل فيها وبعد كده هبصى ألاقي إن وضع العرض معمول عندي على أول واحدة اللي هي 4K بقى الشاشة معمول عندي على أعلى جودة هي 4K أنا أقدر أنزل الجودة ل1080B أو أقدر أنزل الجودة ل720 حسب ارتياحك وحسب اختيارك بحيث ان انا اقلل من استهلاك الانترنت في بعض القوائم اللي بتبقى موجودة القوائم السرية او القوائم المخفية زي وضع المطورين ده اللي بيبقى موجود فيه عدد كبير من الامكانيات وعدد كبير من الخصائص بنقدر نوصلها ازاي نطلع فوق عند لمحة بندخل في لمحة وبننزل تحت عند اخر حاجة اصدار نظام التشغيل اندرويد تيفي اللي هو اخر حاجة عندنا موجود في الصفحة وبنبدأ نضغط من الريموت في الاوكي اكتر من مرة حوالي 7 مرات بنفضل نضغط كده كده بيقول لي لقد اسبحت الان من المطورين هطلع كده باك برجع كده هنزل لتحت هنا بقى موجود عندي اضاف عندي خيار جديد ما كانش موجود هو خيارات مطور البرامج لو دخلنا فيها اوكي في بعض الخصائص والامكانيات الجديدة والكتيرة اعدادات خيارات مطور البرامج هنحتاجها ان شاء الله في بعض البرامج في المستقبل طيب انا عاوز الغي خيارات المطورين باجي فوق عن تفعيل خيارات المطورين وبوقف التفعيل باطلع بلاقي ان خيارات المطورين اختفت من وسط القوائم اللي موجودة معنا ازاي اقدر اغير اللغة في جهاز شاومي تيفي ستيك اللي موجود معنا هندخل في الاعدادات من فوق وانا واقف الصفحة الرئيسية بنزل عندي اعدادات الجهاز وبعد كده هلاقي اللغة هدخل في اللغة وهنا اقدر اختار من عدد كبير من اللغات هنختار اللغة حسب الدولة او حسب اللغة اللي انت محتاجها ازاي هقدر احدس الجهاز لو دخلت في الاعدادات اللي موجودة فوق وانا في الصفحة الرئيسية بدخل بعد كده في اعدادات الجهاز بدخل في لمحة وبعد كده بدخل في تحديث النظام بيقول لي جاري البحث عن تحديث لو في تحديث جديد للجهاز هيظهر معايا مفيش تحديث كده خلاص بيقول لي ان النظام محدث يبقى هنا بارجع تاني من return او back اللي موجود معايا في الرموت ان لو نزلت تحت تحديث النظام عند اسم الجهاز اقدر ادخل في اسم الجهاز وادخل في تغيير واغير اسم الجهاز بدل من ميتي في ستيك اللي موجود معنا ممكن اكتب اي اسم هنا هندخل فيه تغيير وهنا بقى عندي فيه اكتر من اختيار ميتي في ستيك اندرويد تيفي تلفزيون رفت المعيش تلفزيون رفت العائلة او ممكن انزل عندي ادخال اسم مخصص واكتب بنفسي الاسم اللي انا محتاجه هيفيد في ايه تغيير اسم الجهاز هيفيد اثناء عمل اتصال بين التلفون وبين الجهاز هنا اسم الجهاز اللي بيظهر عندي في التلفون هو ده اللي بيبقى موجود قدامك حاليا اللي بيظهر معنا لو غيرت وهيظهر معاك الاسم الجديد لو حبيت اعمل ضبط مصنع من اين بنطلع وانواقف في اعدادات الجهاز لو نزلت تحت خالص اعادة الضبط على الاعدادات الاصلية لو عندي اي مشكلة بتقابلني في الجهاز هنا اعادة ضبط المصنع ده بيعالج عدد كبير من المشاكل اللي ممكن تقابلنا انا بدخل في اعادة الضبط على الاعدادات الاصلية وبنزل عندي اعادة الضبط على الاعدادات الاصلية وبضغط اوكي كده هيمسح كل البيانات وهيرجع الجهاز جديد من الاول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة